السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص دياننا لا تنسوا لايك و سبسكرايب و تشاركوها مع أصحابكم شتوشي كوان خاوي تلو الكيت و طفل الطو مشينا اشتركوا في القناة خليونا نبدأ طلعنا دار ديان الخالي و بالطبطة للتروازية ميطاج حيث كان عندنا خاوي طلعت معايا قاعدك شي لغة يخصني المال بخور تسبيح كان ديك ساعة قريبة 12 ديال الليل لكن تبغي نهضر معا حتى شي واحد المدام ديالي كانت صوني لي كان قطع عليها الوليدة مسكينة كانت مريضة و شد الفراش و انا كان ذاك الحقد كيزيد يكبر فيها كان معايا والدخالي فقاعدت شي ليدرت اولا صلينا جزد الركعات بالكافرون و الإخلاص و من مراها بدنا في الإسراف اللي كانت تقرأ فيه صورة الزلزالة سبعات المرات مني كانت وصل إلى واحد الآية معينة كتعودة سبعات المرات و كتدير القاسم ديالك و من مور الإسراف كي يجي التأجيز الشي كامل باش يحيد العمار اللي كان ينتمه و انا مبدأ الخدمة ديالي في خاطري جبت القصبة و بديت كنكتب بالمدز عفران دكت طلصم كالرأس ديالي مرفوح و لم نفكر ماذا نفعل كنفكر غير في الوالدة أنها تنضى و تشافه حتى قليل كنسمع و حد ضربة مجهده في ذلك الباب ديال الدروش بحل شي حاجات خبطات معها حنا ما فهمنا و قاله و انا وخا نقول لك كنت مخلوع و لكن ما بقيتش مسوق بحدي كنكتب في ذلك الطلصم و البيت كيزيد يسخن تقول لها بحل شي فران شدتني الترعيدة و عرقت بزاف و اللي تكون اللي كان قف قف اما ولد خالد تخلع كنت كنشوفي غير لابد و بحالي لا تنادم معه الحال شديد صورة ديالهم اللي كانت عندي في التليفون و حطيتها قدامي حد ذلك الطلصم انا كنردوا واحد الآية من صورة الكهف و كان خصنا نعودها ألف و مئة مرة انا وياه كل ما وصلنا المية و واحد كنديروا مورها التوكيل عاد كنكمله توكلوا يأخذ داما كذا و كذا عن فلان ابنته فلان و عن فلان ابنه فلان بالتمريد والتأجيج و كذا و كذا مهم بحلاء كتدعي فيهم صور اخويا كنا نظر معنا واحد القرآة حتى احدانا بقوة ديك السخونية تطرد قائت و المخرج منها ذلك الدخال اللي طالع من البخور لي في المجمر بقى يتحرك بواحد طريقة غريبة مرة يمشي على لي من كامل مرة و ثاني يرجع على ليسر شوية بدأ يطلع للفوق و بحال شي خط يعني تشوفوا و لا تقولوا هذا كراه دخال انا و خالد شي كامل اللي يتراه ضائرة بيه كملت القرآة و كنت مغدد و الدخالي يشوف فيه و انا كنحرك يدي بشي كمل معايا حتى منوعة لنا نسكته لنا نسكته نحن اللي سنجيبه فراسنا و سدقوك لنطق مغاي نوضو نشده من يده حتى يلمشحت ناطو حبس يترفع و يتخبط و حتى شوية بدأ يطلع لنا واحد ناس غريب حتى هم يدروا لك هكذا لن تكمل و هذه القضية يدخلوا فيها واحد نوع من الشياطين اللي يريدون يخسروا لك الخدمة المهم بدينها كانت تقالوا و دخالي واحد شوية كنت تلفت له كلقه او غير كي يخربك تصور بمجرد ما غمط عينيه و يجي واحد صرف يقل وجهه حتى تزعزع من بلاسته شديد فيه و مهدرتش حتى كنت مكمل هذه الضربة تصورت له في حنكو و بقيتها كحمراء لك تصوير اللي كانت دير قدامنا ديالهم لملامح ديالهم كي يبانوا لنا كي تبدله و حتى شوية بدون سابق انظار حتى حضروا قدامنا ثلاثة حتى حنا من كنا ندير القاسم درنا ديالهم بثلاثة و ارسمنا الطلاصم كلها اول واحد فيهم كان كحل بزاف عينيه كبار و قرع ما في حتى زغبة تكون فيه شجوج مدرو هكاك و الاطراف دياله حتى هما كبار انا وخشفته كملت و بدخلت مما تخلع بحلة ولا بغيبكي ولكن ما خليتوش يمشي من موراك يدخل علينا راجل كبير في العمر اللي حيته طويلة و دير سلهاب و عنده عكاز في يديه و الثالث كان دري صغير بقى واقفين قدامنا و كيشوفوا في نوحة تشوفت غريبة القلب ديالي كان حسبيه غاي سكت كاملين كينتقود القوحدة و كيقولوا ناديتهمونا فاجبناكم طلبتهم منا فسمعناكم العهد العهد الشرط الشرط داو كيقولوها ويعودوها كيعودوها بصوت واحد حتى الودنين ديالنا بغوا يتقبو كنشوف والد خالي اللي عينيز قلبو و اولا كييدر واحد الصوت غريب كملتها نحتى سالية ألف ومية واحد من ذلك الآية بالمورة هافتحوا يديهم كاملين و اشتيت انا واحد المؤس كنت هزوه معايا و ضربت يدي من الجهة ديال الخط السوهرية ومشيت حداهم و بديت كنقطر لهم و تماكو هم يغبروا و انا غيبت حتى ضربتني الفايقة و لم نتحت المور لفجر و انا صلينا الفجر كان صلي و رأسي مرفوع و ماشينا كنجري و عند قاسم قال لنا والده و اللي راه بقي ناعس و لم نقدر نفيقو لكم دابا و ادخالي كان غير سكت شوية و يسولني و اشتكشي و اشتكشي بالصح و اشتكشي بالصح و ارجع اول دارهم و انا امشيت للدار حيث كان اصلا رأسي كدرني كنت بغير نشرب شي حاجة ولا نعس بشي فوتني الحال و لكن انا اندخلت عند الوالدة لقيتها بقاء هاك هاك كيف ما كانت البارح قد كانت سنة غير لوقتي يدوز بشي رجع عند قاسم تصور من ثمانية ديال الصباح حتى الحضاش ديال النهار بحل تقول مئة عام بشي الثاني كانت تققى على والده اللي مفهمش انه واقع بحال يلاس ضعناه و لكن دخلني لعنده كان قاسم مع واحد سيد قبل مني يا الله سلام عاوه و بغيت نعود ليه هو يقول يا صافر انا عارف راه الدار العهد قالي اذا بتقدر تدير الاستحضار ديالهم و تصليت و تصرفهم و تمرك خلصيه و اي حاجة يطلبوها منك من بعد خصك تديره ديت كان قرى ثاني ذوك العزائم و حسيت بهم باللي حضرهم معايا و احتدق قاسم كان نحس بهم و شافهم قالوا يهضروا معاه و هو يقول لي ماذا يقولوا لي قالوا لي باللي دكشي اللي بغيت الثامن دياله غالي و سريع في الدعوة و طلبوا مني انني ندير لهم الدبيحة و نقال لي هو هذيك الهضراء رجلي يا اخوه من جهة كان نقول الى دبحت لهم سوف ندخل في واحد طريق ديال الكفر و ما نقدرس نخرج منها من بعد و من جهة اخرى بغي نعتق الواليدة اللي بقالت فيها قاسم شافني بحله متردد و يقول لي يا راني فالول قلت لك هدو سوفليين و ما معاهم ش اللعن طارت بيد الدنيا و قلت كنسول و قلت كندباح و ما ندباحش شنو غا ندير داباه اللي عارفوني ما بغيتش ندباح قالوا لي الحل اخر هو انه يملكنا نفسه و كان هذا اكبر غالط درته في حياتي حتى مني ملكتهم نفسي و لو كيتحكموا فيها كيف ما بغاهو اما هو بقى غير ساكت ما قدرش يقول لي اهو للا قدامهم ما بغاش ينصحني و قال لي ضبر راسك قالوا لي بلخصني نجيب ازلافة جديدة ديالطين نخلط فيها و من بعد نكتب بالميداد الروحاني لكي كلهم دياله خضر و انا غنصفت لك اخويا الصورة ديال دكشي اللي كتبت و كنتمنى انك ما تبارطاجها و تبقى غير بيناتنا باش تكون المصداقية و صافة حاليا كنا اعود ليك و باقي كانت تفكر دكشي و كولي كانت رعد كتبت ذاك القاسم ديال السيوطي اللي كيصلح لتصليط من موراك تدير توكيل و كيت تكتب ذاك الجدولة في الظهر ديالك و انا اكتبو ليه في ظهري ما حد ذاك شي كيت تكتب و انا كان احس بالروح ديالي بغا تخرج و بحالي لاشي حاجة كتدخل فيها الدرجة سوف نقول لك بل الجسد ليه لم يكن يستطيع التحكم فيه صوته بالدل و عينيات قلبه و اللي كنت ندير واحد ضحك يستيري و من يدخلو فيها و لو يتحكمو فيها و لو يشربو لي من دمي و كل مرة كنت نسي الدم مني و كنت نضرب يديه بلا ما نشعر و فيما كنت نحضرهم كنت ندير نفس الحاجة كي يخصني حسن نضرب يديه و نسي الدم و نبدأ نقرأ هذه حضره يعني باش نجي قنيشان و الذي كان أعطيهم من دمي يشعل ما يريده لدرجة سوف أحد المرة بلا ما نشعر ضربت العرق ديه و بخيت كنت نشرب من ذلك الدم و نغسلو لي كرشي و لكن هذه الدربة التي كانت في ديه ربعاد الأطيباء شعل و هم معايا و لم يريدت تخيط لهم كل واحد فيهم يعيط الأخر يقول لي لا قديت و تقول لي ربعا البراوات ديه اللي بنش في ديه كي لا نحش بالآلام و أخاك كنت كان غويت بحر جهدي من بعد سوايا قدروا يخيطوا لي و أخرجت في حالي و رجعت لعندق قاسم دار بياس تنزال و نزلوا فيها بثلاثة كي هضروا قالوا لي هذا السحر اللي مديور لهم هاشكون داروا و نعتوا لي بالطب دك الشخص اللي عودت لك عليه دار الخدمة نهار الأربع على تصويره ديه الوالدة و دار فيها الجدوى الخماسي و خدم بخدام سوفليين و اللي منهم الميامين و اللي معروفة الخدمة ديالهم أنهم كيس طوب نادم و كيدخلوه في حالة اكتئاب بطلولي ذلك الخدمة كاملة اللي دار و حضروا قاعد ذلك الشي اللي عندو علينا جابوه لي ذلك الشي اللي يجيبوه يحطوه لي فيدي و كيدخلوه في البانيو الاطراط اليوم هاشي حاجة ما كي تقاسوا موالو أنا اللي كانت تقاسوا كي تجي فيه الضقة كنت بحالي لا دائريني درع ديالهم و صافي و هذا هو التامان اللي خلصت و بحال مثلا مني كيكونوا طالبين من البنادم الدبيحة و لا شي حاجة حتى كي يدبحوا ذلك العتروس و الأجاجة و الأطور عاد كي تلبسوهما ما يقدروش يلبسو شي حاجة حتى يتعطى فيها الإيدن يعني تقدر حتى تدبح الدبيحة عاد تقولي تشوفك تتحرق قدامك قوكين عتولي البلاصة اللي يمتفون في هذا السحر اللي داري اللينا كي بلية قدامي الراس ديالكلب الفم ديالهم تقوقين في المصامر و الداخل دياله كيناء ملابس داخل يد الواليدة و عيني سدينهم لي بجوش قفولة قاسم دار الإسراب ديالهم بشوف حالهم و أنا فقط قل لي وشفتي ذلك الشي قل لي آه قل لي هادو رهما بغيلكم الموت ماشي غري ما رضوكم رهما كيتحكوش معاكم قل لي غنعيت لواحد السيد كان عارفه حتى هو متمكن و الاسم دياله ابراهيم وهو اللي غن تعلم معه بزاف ديال الحويج اشغنقول لي كالسيد خطار عمرني ما شفت في حاله قل لي علي بلي راني زهري من عينيه من لسانيه من يديه و احتدم سولو وش دار لي الخيبرة قال لي راني عارف شنو كنقور راني عدرت به الستنزال سولو قال لي شنو نزلتي فيه و يجاوبو قال لي نزلت فيه ثلاثة ديال ليهود سوفليين هو يقول لي صافي قدرك عارف فش غنحتاجوه من بعد دوزولي أنا كنهضر معاه رحطي التليفون بحل العافية خرجت لي من ودني ما عرفت شوه شنو كان يقرأ في السر دياله شوية و يطلع في يدك الشي دياله و بدك يهضر معاه كيهضروا بالعبرية بيناتهم من بعد قرأ علي قاسم اوائل صورة ياسين و انا نفعق و كنت كولي كنت رعد و خايف و كنقول لي شكون هو هذا شكون راني شفت شي عجب عمرني ما شفت في حاله كانوا لديه شخصين كوحة المسيفين قال لي السيبراهيم هو لغي عاونه بش تفكد الحريرة ديالك او لغي تسطنت امك و وافق انه يجي عندنا و لكن بشرط اننا نريد نخدم معاه قال لي لفكينا خصو يخدم معانا السيقاسم كيقول له الله دري تخصوا قراسو ومتديين ما كيعرفش هاد الشيء رغير عائلته اللي يجبدوه داروا لي همات السحر ودخلوا له هاد المشاكل امره هو ما بغيش يدخل له هاد الدومين قال لي شوف انت عارفني كيفاش كنخدم هاك اعرى وكنديرشي حاجة بلا مقابيل كان قاسح بزيف فضرته وبينه بلي ما كيرحمش قال لي السيقاسم صافي غرقاجي ويكون خير ما غدليه مع الصباح شد عدنا الطريق ما وصل حتى اللعشة بشي سنت لقي سب والد خالي وعاوت لي قاعدك شي لوقع لي والد خالي بدك يحضرني ويقول لي عندك يديرو بك شي حاجة عندك يقاديوك كان يقول لي والو انا ديرت شي كامل على قبل انتيقهم ما احد الواليدة مريضة وخان عارف نموت غنكمل كنرجع للدار كنطلع عليها كنلقاهم جابوا لا شي راقي وللقائي دي الجامعة ولكن والو بقي الحال هو الحال وذي كعمت كل ساعة كتصل لنا باش تسويل في الواليدة وتأكد باللي رها بقى مريضة عايت لي السيقاسم في ذلك العشية وانا امشيل عنده بعد غندخل من الباب طلعتني التبوري شام الرجلي السنان ديالي ولو كيتقرق بوحدهم قال لي يزيد دخل ما ادخلت وانا نشوف ابراهيم مريح كان بقي صغير في العمر يلا عنده ربعي ناس قال لي يا ريح قال استقدامه انا بقي كان قفقف قال لي يا ران شوف يدك اعطيته ليد لي من يدي اهلي قاك يشوف فيها مزيان ومن بعد ذراسه في السيقاسم وكيدل له باشارة بعينيه زعمار هذا هو المطلوب جاب واحد الاناء ودار فيه الزحفران وقال لي انا غنقولك شي حاجة وشوف انت وش غتبال لك اضع لي ذلك الاناء على يدي وكتب فيه الزحفران من ذلك يا كاك الصبعان ديالي يدي تفرقه بزاف وقصاحته وتقالت ولا تبحث حجرة ولا تكتب لي يا اخويا قدامي الارض والجبال وهو يسولني شنو كبال لك في ذلك اللحظة كان دير بي غير الستنزام نصفي يعني ذلك شي اللي عندك يدخل بس يجربني وكان كون انا عاقل وحاضر ما كان غيبش ذلك شي تلبس لي بالعيني ديالي مثلا شي واحد يكون مسحور ويكون غادي بي الفقية باش يجبدو ذلك السحر من الروضة يتلبس بيدك الخادم ويقول لي يشوف بالعين ديالي كي يسولني ماذا نشوف كنقول لي بللي غادي في واحد الغابة شوية كان القارة صمع بين جوجة الجبال واحد على ليمن واحد على اليسر بيناتهم واحد الفج بحل الطرعق قال لي يا سير كمل في ذلك الطرعق انا اخويا في ذلك الساعة كنت احس بحالي بصح كين في ذلك البلاصة وغادي كنتمشة واحد شوية كان قول لي راكيبان ويجوج عيالات ومعاهم شي ادراري صغار كين يشطحوا قال لي كيف دائرين هذه العيالات سبديت كان اوصفهم لي كتل لي را دائرين للتام ودائرين للحيك وفي واحد النجمة واحد شوية بمجرد ما وصلت لبندوك الجبال وما يخرجوا لي شي وحدين ما عارفتم كيف دائرين شي من التمشي هالزراوط شي هالسيف والذي كان قفقف وكان قول لي خرجوا لي خرجوا لي وصافيت اماك وانا نغيب ما قلوك يقرأوا عليها حتى فقط قلت كنسولهم قالوا لي لا ما تخافش را ما عندك وانو هذه المنطقة اللي كنت كنوصف لي ولي شفتها صدقات كينة بالصح وهو عارفها وبغي يمشي لها باش يجبد منها شي حاجة حتى تأكد من هالشي اللي عندي عاد قال لي دابا نقدروا نفكوه قال لي هذه الليلة اني تنمشي وما نضيعوش الوقت نحيدوا لي قاعدك الشي اللي عنده قال لي السي قاسم را عنده المانع ديالجدو وغسنا نتفهمه معه باش ما يضيعش لنا الخدمة مشينا ديك الليلة انا وقاسم وابراهيم عند واحد السيد لي الاختصاص ديالو هو يحفر وشدنا الطريق الجيد ديك المنطقة اللي دافلين اللي فيه السحر وصلنا الواحد الغابة وبقينا داخلين معه حتى تلقينا واحد الرودة من سيئة وصلنا مع جويه تسع دونسو للعشر ديالليل بدأوا يقرأوا دير العزيمة ديالو باش حتى لدي شي واحد ما يبانوش ليه اخذ لي ايدي كتب فيها الجدول ودك يقرأ ديك العزيمة كتقرأ بصورة الجمعة وشي امور اخرى لدعي لذكرها وهم ينزلوا فيها سبعة كنشوف في يومهاك يا قدامي وحلا كنشوف قدامك اليهود الشكل ديالهم اللبس ديالهم لونهم شعرهم عزين شمع ديالهم وذيك النجمة بدأوا كيضروا معي بالعبرية وشي واحد منهم ويحط لي اصبعوا على جبهتي ورحط لي ايديو على جبهتي حتى وليس كنفهم قاعدك الشي اللي كيقولوا كانوا كيقولوا العهد والعهد العهد والعهد ومن خان العهد فلا عهده له كيقولوا يعودوا واحد تطرخيط ومقيتش قادر انتحكم في الجسد ديالي ولا كيبالي ذاك الراس ديال الكلب كيتتحرق قدامي بقاهم مطفون حتى واحد طاري ومنين تجبد بقى كيتشوط قدام عيني ما غيفهمتش هذا اللي كنشوف غير شي واحد اللي فيسم ديور بيتستينزال كيوالي يشوف شحويج ما كيبانوش للناس الاخرين وما كيبان اليوم غير ذاك الراس ديال الكلب كيتتحرق وانا كيبانو ليدوك السبعة ديال اليهود واقفين وكيحرقوه وذاك الراس كيجي منه واحد الصوت بحل ذاك الكلب حي بني سهل ذاك شي كامل غيبت مقيت عاقل على اوله استقاسم قال لي على اسلامتك وذاك براهيم بدك يضحك وكيقول لي منين ما طيحوك شهاد وراك شديد مع راسك حتى نبقيت شحال وانا كنشوف فيهم حتى سهل وعد غيبت من مراها اخذ ذاك الورقة وبدك يدير لك السحر لدريات شي كامل وكيسجن لي الخدام دياله كيقول لهم توكلوا على فلان ابن فلانة ابطلوا عماله وسجنوا خدامه توكلوا باسم كذا وكذا ما بغيتش اخوي يندقر الاسماء ديال الملوك دياله وإن لم تفعلوا تنزل عليكم لعنتك كذا وكذا مهم هدية العزيمة تتقلب حلقك تيس اخوي كنشوف ذاك السحر اللي قتلك ديما كنتك الخاف منه فضاره والعافية شعله فيه وقع ذاك الشي اللي عنده يتبطل والشي كامل اهداره غير من ذاك الورقة اللي يلقاها مع السحر واللي كاتبها ذاك السحر بالخط يلي يديه وهذه القضية كيعرفوها مزيان الفقهة والناس اللي مختصين غير من الكتابة ديالوي قدروا يمشيوا ليه ذاك الشي اللي عندما نسمع ذاك القضية لانه شي فقيت تحرق في داره او شي فقيت تضرب او شي فقيت وقعت له شي مصيبة حتى اخويا غرق شي عملي لداره ومستقش ردك السحر كيرجع على الساحر من مرة ذاك الليلة رجعنا في حالنا والحمد لله بنت الناتجة على الوالدة والتي تقدر تنوض او تواعي بذاك شي لك تدير وحتى انا ورجعتك تتاكل وتشرب ورجعتك تصلي اما ذاك والد خالي اللي احضر معي ذاك التقوص كاملين فغرق تزرب مسكين او فيما ينعس كيش شي واحد ينغزوه ويفيقه قال يرى ما يديني نعس بالليل وطلب مني باش نظر مع قاسم باش يفكو من هذا الشي قوت ما او القلب ديالي ميت وليس كان قولي عادي ذاك شي رغرق يبغي تواصله معك لا تخاف منه اما انا مقاوش كي اطرو فيا وخنشوفهم مباشرة حيث بما كنتك ندخل عن طارد القاسم كانوا كيبانوا لي كيبالية واحدة لشكل الفعاه والاكلب مهم كل مرة وكيفش كيتشكلوا يلا هضر معايا كنجاوه يلا ما هضرش معايا صافي كنشوف فيه ونزيد واحتو باش نظر مع السي قاسم يشوف ليشي حل حدك الليلة كنجاوه واحد وهو ناعس وش دو من يديه مني نطوض الخالي بقاك يشوف فيه الاخر بقى يقول له مالك 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 اول دخالي مخلوعه يقول لي ما ماليش ما ماليش قال لي قرأ غير اية الكورسي وغير يمشي عليك حتى اخويا هو غلط كبير اننا من كناف ذلك الطقس كان قرأه وحبس القرايا ونعس الكثير من اللي قتلك ضربه الوجهه بحالي لا تمس امشيت الغدل عند قاسم اللي كان بقي مع ذك براهيم من اللي شافني قال لي شوف دابا كيف تتنورتي واللي شيله باس ما بقى في كوالو قلت كنشوف ما كنشوفش فيه ولكن كنشوف ذلك الشي اللي هابط معه ذلك السبعات اليهود اللي قتلك عليه قلنا كان هضروا شوية ويقول لي يا ودابا خاصك تخدم معانا وغير تضبر على رأسك وباش يزيد غريني كتر قال لي يا هادوك اللي دار والك هتشيف الوالدة ديالك واذا بغي تسمح لهم ولا تنتاقم انا بدون شعور هضرت وقلت لي بغيت تنتاقم منهم قلق يضحكوا وقل لي يا صافي واخي كونهاني غرب شوية عليك عند الدارات الخدمات هذي كان خصني نجيب سبعة ديال الصمات اللي كيكونوا جنب الوقت وكي خصك تخدم في الصباح بكري قبل ما يطلع الفجر منين كيكون يلا ضربات فيهم ديالك الموجة الأولى والثانية هذو سبعة ديال الصمات كتخدم وكيتكسب اليوم حرف الطع على كل أوحدة منهم من بعد كان خصني نجيب غراف ديال الطعن ونقرأ ديالك العزيمة ولا داعي لذكرها حيث العزيمة سوفلية ومن بعد كسب قا تردد واحد الآيات معينة من القرآن هما يسمى بعملية الجزر هذا الشيء كامل وهذه العملية كلها كتبها لي في ورقة ورجعت للدار لكي نطبقها اخذت ذلك الغراف ديال الطعن ودرته فوق البوطة حتى أحمام زيان أو حمر كتبت الجدوال وعمرته ودرت الإصراف ديالي وطبعت الحال درت حتى التحصين وانا بدأ اجبتك سبعات الحجرات من الغراف وخاص خان وضعتهم بين يدي وضعت قدامي ذلك الجدوال عمرته وضعت فوق منه ذلك الغراف اللي سخون ودقت فيه أربعة المصامر على الجناب دياله وعلى كلها راس مصمار حتى تشوية من ذلك البخور اللي وصاني عليها براهيم وانا كنت أقرأ من بعد أخذت ذكس بعض الحجرات اللي كيكونوا بقى نسخال وكن بدأنا نقرأ العزيمة على كل وحدة ونشير بأعلى ذلك الغراف باسمي كداو وبيحقي كداو وكتضرب حتى كي بدأ يتشقق الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما حتى تضربه وذلك الغراف كي تهرس والحجر كي طاح عليهم في الدار الغدلية بالضبطة صنا والواليد وجهته الخبار باللي شعلات عندهم العافية في النادر وفي بيت الخزين وحتى البلاسة ولكوري ديالي بهايم وحتى من هاداك اللي قتلك كان يجي حدنا ويزننا حويجنا تحرق لي ذاك البيت كامل اللي في الخدمة دياله المهم حسيت براسي انتاقمت منه أمتيت تحرقات من يديها وتحرقوا لها حويجا الواليد لم يفهمه ويقول لهم يا كما خليته البوطة ولم يجمع شعال ولكن أنا ميكت استردت ذاك شيء اللي كان وقلته غير الواليدة قلت كتغوت عليها وكتقول لي اشتدك لهذا الشيء واش بغيت تقول لي بحالهم وصيتها ما تقول لها الواليد ما كدبش عليك بشكل الواليد يعود على ذاك شيء اللي طرى اليهم حسيت بواحد النشو وحسيت براسي فرحت قلت لي يا صافي ارتاحيتي قلت لي في صراحة ارتاحيت شوية ولكن ما كرت شيء يوقع اليوم كتر قلت لي يا غير صبر ده بجيوم بطقة اذا تنطي لي باقي ستذهب معي بعيد انت كتبليع انسان راسك خفيف وبغيت تعلم اما والد خالي يقول لك يخاف مني يقول لي تبدلتي عليها بزاف من واحد اللي كنتمتديا وما تخطانيش صلاة وداما غادي جاي للجامعة الواحد اللي عامر بالشر وعماهل انت يقام قلت لي يا صافي اكو وصلت لذلك الشي اللي بغيت يبارك عليهم حيض عليك هذا الشي ديال السحرة ما يصلاحش ليك قلت لي إلا بغيت يتكمل معي في الطريق يا الله معايا إلا ما بغيتش صافي اعطني التسع ذلك براهيم ولك يبالي هو القدوة ديالي والتي تبغين تعلم منه قاعد ذلك الشي اللي عارف اي حاجة قالها كانت صنطليها وكانت قنعها في دماغي فعلا تعلمت منه شي حويش ولكن في نفس الوقت كان بغي غير يستغني هذه السحرة بصيفة عامة إلا شفوه في حاجتهم يلسقوك قلت معا على ذلك الحال حتى النار صدمني وقال يا المهم نحن هذا بخص نمشي عند واحد الراجل اللي كان في مدينة فاس رعنده واحد صندوق وارثو على جده ذلك الصندوق فيه بزاف ديال الكتوبة وفيه واحد تقييدة او مخطوطة هذه المخطوطة مصنوعة من الجلد ديال الجمل ومكتوب عليها بالعافية الجلد ديال الجمل وديال الغزالة غوية ديما كيستعملوه حيث ما كيتآكلش مع مورور الزامن أنا كنت مع مي ونيشا نوافقت وقلت لي نمشي معاك قال لي يا بلي غنمشي معا بعيد وغنطبر على الفلوس ويعلمني شحن من حاجة محل أنني الروحة للخواتم كيفاش نخدم بالتسبيح كيفاش نجيب الفلوس ويقول لي وعندي طافي طمعني واللي تغير تابعه لك ساعة المرة ديالي تجبت لي معها اسطح كبير واللي ديما بدأ بزنويها حيث واللي تكتب لي طريق آخره وهي كتقول لي ما عندك مدير بدك السيد عطيب تيساع أنا كنقول لله أنا بغين تعلم حيث كبقت لك ما كان أخبيع العواله وقلت في مكان دخول الضار كمشي غر البيت يلي ونسد عليا رجعك يوقف على يدك الجين المسلم اللي قلت لك باللي كانوا هم خمسة ومشى وربعة وبقالية غير هو قال لي أنا معك من صغر وبغيت نصحك باللي هالطرق اللي غادي فيها رمام مزيانهاش لك قال لي دابرا ساكنين فيك ثلاثة من غيري هذو اللي حضرت ودرتي معاهم العاد وعدوك السبعات اللي هود يدخلوك يخرجوك كيف ما بغاو قلت كانت جابها معاو وقلت لي أنا ما بزست جعليك تبقى معايا قلت فيها عادة فيما يود العشق قلت لبيت يلي 6 يوم وقلت نهضر مع التشي واحد وقلت نهضر في ذلك الثلاثة يحضروا معايا في الحين ويوقفوا قدامي قلت لهم باللي بغين تعلم وقلوا لي صبر كل حاجة بوقتها قلتك بعد تدير الخلوة الكبيرة وذلك الساعة ستتتعلم والخلوة الكبيرة أخويك تكون فيها 41 يوم أو 71 وهنا أخويك أين ستتتعلم بزافة لحوايج حيث الخلوة أنواع والشيخ ديالك وليك يعطيها لك كان مثلا وحدة لما خاصكش تتاكل في هذا الشي اللي في الروح يعني مثلا تولي تاكل غير الزبيب والتمار وتاكلهم أعداد فردية كان خلوة عبتاني شهرية التي تبدأها في أول شهر القماري كان خلوة الشعبان على حسب كل واحده وطلبه وانتا معا من بغيت التعامل ماشينا عندك سيد الفاس من بعد جبت لنا ذلك المخطوطة وذلك تقيدها وعطاه البراهيم في يده قلتك يشوف فيها وقال لي جيب لي شي مراية طلب منه تبريكا وهذه طريقة يستعملها لكي يعرفوا ذلك المخطوطة أصلية دار المخطوطة فوق المراية وشعل العافية من التحس مجرد مشعلة العافية ويضطار ذلك المخطوطة حيث حتى هي تكون محروسة وفعلها القواء أصلية أخصهم يعرفوا غرب بلاسة الكنز فين أو الدفينة تقيدها يكون فيها ثلاثة البيوتة بيت التي تكون فيها الكروة وبيت فيها بحل الخناشر والبيت الثالث فيها السنادق أو الأمانة تقيدها فيها الهم وفيها اللم وفيها العلم تقيدها فيها البيت الأول فيها الكروة وهذا يكون غرفخ تقيدات الكبار اليهود يكونوا دائرين معقدين وصعيب أن تخرج ذلك الشيلي فيهم وحتى طريقة الحفر يجب أن تكون ضرب لها الحساب يكونوا دائرين الدراج وثلاثة البيوتة يبدوا يحفروا في الأول طول ومن بعد يدوروا الجهة القبلة ويحفروا عوتاني عرض وأكا تخرج في البيت اللي في الدفينة نيشان أما إذا كانت تحفر غير طول 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 ستذهب إلى البيت اللي فيه الهم تلك أخياء يكونوا دائرين فيه السم وغالباً يكونوا حاطين تمام مثلاً شعشرات اللحنوشة والعشرات الفاعي ويكونوا حاطين معهم مع قارب ويستعليهم يجعلهم يتقتلوا بيناتهم ويقول لك الجول اللي تمك مسموم تدوز المودة ومنك يجي شي واحد يحفر ذلك البلاصة ويحل ذلك الهواء المسموم نيشان يدخله مع الريا ويموت في البلاصة أما البيت الثاني اللي كيسميه اللم هذا يكون غير تمويه في حويش خايبين ومزيانين وشنو معنى اللم زعماك يتلمع لقاعدوك العوارض وقاعد السليطات اللي حاطينهم تمك باش إلا كان ذاك الفقع اللي معاك تمك ما متمكنش وقدر يصرفهم عليك فكتهز من تماك وكتلاح كيشيروا بيكل شي قونت مهم يقدروا يبينوك أي حاجة باش يخلعوك ويخليوك تهرب خصوصا منك تقرب البيت الثالث اللي في الدفينة كيبدو يشعلوا العافية كيلوحو عليك الحجر كيدروا أي طريقة باش يمنعوك كيوهموك شي حويش مكينيج ولكن تخص القلب ديالك يكون تابت خصوصا هاتك اللي يحفر والفقية الدور دياله هو التحصينات دياله يحسنه من الفق حتى إلى تحت لدرجة أخويا بعض المرات يقدر يبينوك واحد ويقول لك هكذا غير سير في حالك ولكن إذا لمشيت يحتاج تديد ايديك شي من عنده سوف تخسر لك الخدمة كلها تترفع ويتهز وعندك جهة الاختيارات إما تموت أو تستطع تلقى رأسك بعيد بكيلوميترات على ذلك البلاسة أما البيت الثالث هو بيت العلم ولماذا تسمى هكذا؟ حيث يكون فيه جهة الحويش أولا تكون فيه الأمانة أو للدفينة أو للكنز وثانيا كيكونوا فيه الكتوبة هذا الكنز الحقيقي عند الفقهة وهو ذلك الكتوبة يفضل أنه تعطيه مخطوطة على أنك تعطيه كنز هذه المخطوطة ستجلب له شيء أكثر وكثر من بعد أعرف من البلاسة اللي خصنا توجهوا لها واللي جات في واحد الغابة وجات بين جوش الجبال كيف ما شفت أنا دار الخبر دياله اللي يأكد لي على البلاسة كي يديروا له التعيين باش يعرفوا الطربيعة دياله كيف حال في هذه الأمانات وكيف حال فيها من دفينة وكيف واحدة ولا جوج ويشوفوا كذلك الجن اللي حارسينها كيف حالهوما وكيف حال من القبيلة وكيف حال من واحد وإنا رتبة المهم سيبراهيم قال دكخونا بل الأمانة ستكون كبيرة حيث كيف قلت ليك فيها ثلاثة ديالبيوت أنا غير كنشوف وكنسمع فيهم ذلك الساعة الأمور بقى ما واضحاش عندي أطالدك السيد اللي غيت تسخر لنا الفلوس غير الزرقات الملائن كين أخويا بعض الأنواع البخور لكيستستعملوا في هذا الشيء وكيكونوا أصليين ولكن ثمن ديالهم غالي ونادر بالساف مثل المثل اللوبان اللوبان المغربي كيكون أغلبية مظور ولكن ذاك الحر راه غالي في الثمن دياله وقليل فين تلقاه حب وحدك تسوى الملائن ولكن أخويا بالمقابر غير تنوي حضروا معاك وكي تعرفوا ما أصلي من يكدروا في المجمرة أو مع البخور كي يخرج خط طويل المتاصل وعنده عدة استعمالات مثلا شيء إنسان ملبوس غير يشده في يديك يبقى كله يتراعد لقربته من تومة تومة تهربوا وتبعد عليه كذلك النحاس غير تقربوا ليكي بعد منه إذا قدرته في الحليب ذاك الحليب كيرو ما تكملش ثلاثة دقائق حتى يقوله رايب المهم ما علينا كانوا يجابوا واحد نص طرف ديال اللوبان ويجابوا شيء بخور آخر ليكي قليل في نطلقها هذا الشيء كامل يستعمل في التقييدات ويستعمل في التحصين الصرف والتحضير ويتفقوا بالضبط على الليلة اللي سنطلقها فيها وكانت الليلة السبت الأخوة هناكي سالي هذا الجزء هذا كيف العادة؟ أريد أن أشكر الأخ الذي بارتاجه معايا ونطلقه في الجزء الجاي اللي غالباً سيكون هو الآخر أشكركم بثافة على حسن الاستماع وكان قول لكم لي عندو شيء قصة في حال هذه ترات لي ولا شيء واحد فاعلته يخلى لي في انستغرام نطلقه في قصتنا الجاية ومن هنا التماء كان قول لكم تان الله في رأسكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر